سؤال أول هل الكتاب لما بيتكلم عن الخلاص في الكتاب المقدس دايما بيوصف الخلاص أنه هو نجاة من الهلاك نجاة من الجحيم ليه بقول كده لأنه لو حد قال لي أن الله اختار للخلاص أقول ول من الممكن بس على الفكرة مش ضروري الخلاص يكون بمفهومك هو إنقاذه من الجحيم فهو ممكن أجيب لك آيات عن ناس قيلة عنهم خالصوا وهلكوا وممكن أجيب لك آيات بتقول إن فيه خلاص لك ما لقوش دعوة إطلاقا بالنجاة لأنه اللي خلصوا نجوا يعني قريدي ناجينا من الجحيم وما بيقولش عنهم المخلصين لأ يخلصوا ففيه ناس بيخلصوا وهما قريدي ناجينا من الهلاك وفيه ناس يتقال عنهم خلصوا وهيهلكوا وهجيب لك آيات فشوية أخلخ المفهوم الخلاص عند القارئ عند التعرض لمجموعة من النصوص التي تتكلم عن الخلاص فيبقى ما بستعملش أسلوب القراءة السريعة السطحية كل ما لقي خلاص معناها نجي من جحيم نجي من جحيم لا لا وسع مخك شوية الخلاص ممكن يكون غير كده خالص فالنقطة الأولى النجاية من الجحيم هي جزء من الخلاص ولكنها ليست كل الخلاص وليست مرادف وليست مرادف أوكي حلوة للخلاص النقطة الثانية أنه هبين أن فيه آيات كتيرة قوي بتتكلم عن أن الله اختار لكن المفعول به المختار ما لديهش أي علاقة بالنجاة من الجحيم فليس ايه الفرق وين نقطة الأولى ونقطة الثانية بقى كده النقطة الأولى الخلاص الخلاص ليس مرادف للنجاة من الجحيم أوكي الاختيار فعل واقع على أشخاص ليس لينجيهم من الجحيم لكن ربما ليمتعهم بامتياز معين أو ليعطيهم وظيفة معين فعايز أفك الاشتباك بين الاختيار والنجاة من الجحيم وأفك الاشتباك بين الخلاص والنجاة من الجحيم أوكي ونشوف ده معناه إيه وده معناه الحاجة الثالثة اللي تهمني قوي هو أن أؤكد على أن الله له الحق أن يختار وأن الاختيار حقيقة كتابية وتعليم كتابي أنا كتبت عندي النهاردة كده وأنا يعني بجاهز للحلقة دي إيه اللي أنا بشوفه من النصوص اللي بتتكلم عن الاختيار إيه اللي بشوفه عن الله يعني عايزة أقول حاجة الكالفينية بتحصر الاختيار في الستوريولوجي أعرف اللاهوت بيتأسم لي فروع فرع الستوريولوجي والخلاص أنا عايزة أطلع الحتة دي عايزة أحطه في الإكليسيولوجي تابع الكنيسة تعليم على الكنيسة أو أحطه أحيانا في الستوريولوجي الكلام عن الله شخصيا عايزة أطلعه من الستوريولوجي هو فعلا دايما لو حد عايزة يدرس عقيدة الاختيار هي لقيها تحت سوريولوجي آيه أنا عايزة أطلعها أحطها إما مع الستوريولوجي اللي هو تعليم عن الله وهلاقي بقى كلام كتير عن كده أو أحطها في الإكليسيولوجي لأني زي ما أوري لك أنه الاختيار للقدسين وبلا لهم ده اختيار قاصر على الكنيسة بس أنا حابب أقول أن الاختيار حقيقة كتابية تؤكد دائما على أن الله هو الأعلى the most high الله هو الأعلى هو السوبريم هو صاحب السيادة المطلقة هو الحر وحده صاحب السلطان الذي لا يفرد عليه شخص ولا يفرد عليه نظام ولا تفرد عليه نتيجة الله مش قاعد يتلقى أو يفرد عليه أو يحدد له أو يختار له لما قول الله يختار الله هو صاحب السلطان في تحديد في الاختيار لا يفرد عليه شخص ولا نظام ولا نتيجة ترجمة نانسي قنقر